أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معنا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلا لسه بيشوف القناة الأول مرة ونرحب بالجميع ونقول الجميع أسعد الله منامكم النهاردة في لقاءنا مع بعض هتكلم معاكم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهي مجموعة رؤى مدلولها أو تفسيرها بيدل على قرب الحمل للمرأة المتزوجة وبالتالي اللي يشوف الرؤية دي إن كانت امرأة متزوجة فبشرى ليها بقرب الحمل وكمان إن كان رجل متزوج فبشرى ليه بقرب حمل زوجته وأول رؤية هي المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنها شايلة رقم تسعة أو بترتدي قميس أو بلوزة يعني ومكتوب عليها من الأمام رقم تسعة فكل ده دلالة على قرب حملها إن شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان إن أي امرأة متزوجة وشافت رؤية في المنام إن زوجها بيجمعها فممكن تكون هنا برضو الرؤية مبشرة ليها بقرب الحمل طيب ونشوف الرجل المتزوج هنا مع المرأة المتزوجة وإن أي حد فيهم شاف رؤية في المنام إنه كان بيتعبد إلى الله سواء بالصلاة أو الدعاء وكان بيشكر ربنا سبحانه وتعالى وكان معاه زوجته إن كان رائي رجل أو زوجها إن كانت رائي امرأة فالرؤية دلالة وبشرة للرائي بقرب الحمل إن كان الرائي الزوج أو الزوجة فدلالة للزوجة على قرب حملها ودلالة للزوجة على قرب حمل زوجته وكمان إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنها بتدعي ربنا سبحانه وتعالى باسم السميع واسم العليم مع بعض وكان زوجها كمان معاها في الرؤية وبيدعي معاها كمان في الرؤية فدي بشرة لها بقرب الحمل والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان إن المرأة المتزوجة وإن شافت إنها شايلة كيس فيه تراب بس تكون شايلة على بطنها وكانت مبسوطة وسعيدة وهي شايلة كيس فالرؤية بشرة ليها بقرب الحمل وكمان إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن ليها أبناء وكانوا رجبين سفينة فالرؤية برضو دلالة وبشرة ليها إنها إن شاء الله سبحانه وتعالى اقترب موعد حملها وكمان برضو إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن المحيد انقطع عنها أو حتى الرجل المتزوج شاف رؤية في المنام إن زوجته انقطع عنها المحيد فالرؤية بشرة للرأي بقرب الحمل سواء بقى للمرأة المتزوجة وزوجة الرجل أيًا كان من فيهم اللي شاف الرؤية والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وإن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن هناك لبن يخرج من فديها فالرؤية هنا برضو دلالة وبشرة ليها باقتراب الحمل وكمان إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام الأبريق فدلالة ليها إن شاء الله سبحانه وتعالى على قرب حملها أما الزوج فإن شاف الأبريق وإن شاف إن هو بيشتري الأبريق فدي دلالة وبشرة ليه بقرب حمل زوجته يبقى هنا المرأة متزوجة تشوف الأبريق دلالة للحمل أما الرجل لازم يشوف إن هو بيشتري الأبريق عشان تبقى دلالة بقرب حمل زوجته وكمان برضو المرأة المتزوجة إن شافت رؤية في المنام إنها بتردع طفل رضيع فالرؤية برضو دلالة ليها وبشرة ليها بكرب الحمل وبرضو المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام الخضروات أي إن كان نوع بقى الخضروات إيه هي فالرؤية دي دلالة ليها بأخبار سعيدة اللي بتنتظرها من زمان اللي ممكن تكون منها الحمل والإنجاب والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونقول برضو إن شافت المرأة المتزوجة رؤية في المنام إن والدها وزوجها معاها في نفس الرؤية وكانت بتخجل بتتكسف إن والدها يشوفها وبتستخبى منه فالرؤية هنا دلالة ليها وبشرة بكرب الحمل وكمان برضو المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنها بترتدي الملابس الفطفاضة يعني الهدوم الوسعة فالرؤية برضو دلالة ليها وبشرة بكرب الحمل ونقول رؤية المرأة المتزوجة إن هي بتدبح أضحية فالرؤية بشرة ليها برضو باقتراب معاد الحمل والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته